لكن نبقى في لماذا أمريكا تصدر هذا التقرير المليء بالمغالطات تقرير الحرية الدينية الأكيد أنه استند إلى تقييم بعض الجماعات الدينية ونحن نعلم بأن في الجزائر بشهادة من يختلفون عننا في الدين الكاثوليك هنا يشهدون بأنهم ينعمون بممارسة عادية وثقل القوانين طبعا يبقى أن هل هناك مشكل مع أطراف معينة أخرى حتى نسمي الأشياء بمسمياتها والمشاهد الكريم معروفة يعني باتت معروفة الآن نعم بعروف بصراحة نقولها صراحة سفغيك الجزائر المادة الثانية الإسلام دين الدولة معظم المجتمع الجزائري مسلم هذا يعرف القاسي والداني ومذهب واحد ولكن عندنا أقلية موروثة منذ الاستعمار تلكم الأقلية الجزائر راعت مصالحها وراحت حقوقها بدليل موجود كنائس من أكبر كنائس موجودة في شمال إفريقيا موجودة في الجزائر كنيسة سيدة الإفريقية بالعاصمة كنيسة سانتو أغوستان بعناباس كنيسة سانتو كروز بوهران هذا شيء موجود ولكن أن تعتمد الإدارة الأمريكية على موضوعين وعلى ملفين يعني تقريبا أسودين وفيهم غلطات وفيه أكاذيب وهما وهما دعني أسمي الأسماء بمسمياتها غير ممكن الجزائر بلد له قوانين اسمحي على العبارات زي البلاد ليست زريبة هذه يعني بلد له قوانين لابد أن يحترم مش شيء ترك غدوة نوض تقول بلي أنا يا غدوة ندير كنيسة وندير معبد فهذه الدولة لها قوانين